الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع أنه هو رئيس السلام هو مصدر السلام لأنه هو سلامنا في آية كتير كتير حلوة هذه الآية كانت للمسبيين في أرض بابل أرمياء النبي بيتكلم في إصحاح 29 من آية 11 لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة يعني مستقبل ورجاء فتدعونني وتذهبون وتصلون فتطلبونني وتجدونني إن كنتم تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم فكر الله تجاهنا فكر سلام الله سيحول كل الأمور للخير أنا فعلا يعني شايف لأدام في فرص للكرازة ورغم التدهور وكثرة الإثم في هذا العالم ولكن عم بشوف برضو يعني اتخايل إن اليوم في ملايين إحنا منقول العدد المسيحيين بيتناقص في الشرق الأوسط هذه معلومة خاطئة على فكرة يمكن المسيحيين التاريخية المسيحية التاريخية في هجرة كبيرة عم بيتناقص وعم بيرجع إلى خلق ولكن في ملايين ملايين من المؤمنين من خلفية إسلامية ومن خلفيات أخرى سواء الدروز أو آخرون مؤمنين بالمسيح ولكن بسبب الأنظمة في يوم للأيام الله رح يفتح الأبواب ورح يكون في حرية وإنه الإنسان يختار الدين ويعبر عن فكره ويغير اسمه أو دينه أو كلا عندها رح تشوف الملايين الملايين الموجودة حاليا في الشرق الأوسط وهاي أفكار يعني جميلة جدا اليوم يعني برضو في العالم عم نشوف تدهور أخلاقي في الغرب وفي الشرق كمان أوعك تقول لبلاد الغرب لأنه مثل ما حكيتها أكتر من مرة وتزعلوش مني 80% من شعب الشرق الأوسط متدين 80% بيدخل مواقع إباحية كيف بتفسر هاي المعادلة هو في شيء اسمه دين سي على ربك وسي على قلبك ما بتزبطش هاي المعادلة في المسحية لا اعزلوا الخبيث ما فيش يعني تنصر أخاك ظالم والمظلوم لا 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 الشخص الفاسد اعزله بغض النظر لو كان ابن ملك فإذن التدهور الأخلاقي في كل مكان الفساد السياسي اليوم السياسي صارت سلعة اللي هو الأقوياء يعتاشوا على أكتاف الفقراء بدل من نتعلم الوطنية ونحب الوطن عم منكره الناس في الوطن عم نترك الأوطان منرو على دول الغرب ومنيجي على دول الغرب منسب الغرب ومنلعن في الغرب ومنصير نفكر في الوطن بتاعنا كله رياء برياء كذب في كذب وبعدين بعد الحربات بعد كل هاي الحربات راح تشوف اشي مفاجئ الزعماء عم بهنوا بعض هنيئا انتصرنا انتصرنا أين الأمهات الأرامل المنكبات ماذا عن اللي فقدوا أولادهن بيوتهم يعني انت تقول انتصرت طيب والناس هاي العادية وين تروح وناس ماتت من أجل الوطن والوطن هو نفسه مش وطن عم بيخدع الناس فاهمين علي أنا عن إيش بتكلم يعني فعلا إشي مزهل في هذا الموضوع يعني هذا موضوع كبير أنا مش عاوز أكون محلل سياسي لأنه الدنيا عم تتدهور سياسيا وعلى ما يبدو أن الحروب القادمة رح تستخدم الذكاء الاصطناعي وأنه تشويه السمع ولآخره ومش بس التكنولوجيا حرب التكنولوجيا اليوم على ما يبدو هي الحروب اللي الأكتر متفوق تكنولوجيا هو رح يكون المنتصر وهكذا يعني فساد سياسي كمان نقطة يعني خطيرة شوي فقدان الثقة بالدين أو خلينا أقولها برجال الدين من ناحية في شيطنة الخدام نحكي على الخدام أو على الكنائس ومن ناحية أخرى المديح الأكتر من اللازم رفعهم إلى السماء بنعملهم نجوم سينما للخدام وعلى كل الحالتين هذا خطر بشر إحنا بشر عاديين بنفشل وبنسقط وبنوقع وبنخطي كل يوم أحبائي وإحنا عايشين في نعمة الرب لولا نعمة الرب وعك ترفع حد هي النعمة اللي بتحفظ والنعمة اللي بتبارك صدقني فلا تشيطن ولا تعمل شخص نجم أو عملاء لأنه كله أصلا من الرب إحنا ما منسوى إشرة البصل